أمور الأهل في هذه المباراة الحقيقة سمح بحضور 15 ألف فقط لكن تأثير 15 ألف في دعم الفريق وتحفيز اللعبة كان رائع جدا وإحنا بنشكرهم على ما قدموه على ما سندوا به لازم أن نلوم القلة القليلة اللي خرجت على النص في بعض الهتفات بتشوه التابلوك وبتدي فرصة للناس تسيب كل حاجة وتمسك في اللقاء أولاً أي حاجة خروجه عن السلوك الرياضي مرفوضة في حق الجميع وبعدين كسبت أندئة أفراد وهيئات الجميع إيه اللي انت كسبته غير أن أنت تظهر في مظهر أخلاقياً ما يصحيش يكون بأي شكل من الأشكال لكن كمان مع هذه الفئة القليلة اللي خرجت على النص يكون الاتهام لأن النادي الأهلي هو اللي دفع هذه الجماهير وهو اللي دعاها ده كلام غير طبيعي اللقطة دي أتها شوارب هنبدأها من الأول بمجرد ما حدث الهتاف استأذنك بس نبدأ من الأول بمجرد ما حدث الهتاف هتشوف أدي أعضاء مجلس الإدارة لما كله الدايق والكابتن الخطيب دي إيده المرفوعة لا يا جماعة لا يا جماعة دي لقطة للحرص على إظهار الحقيقة في مسؤولية الناس المسؤولة لا بمجرد لو فتحنا الصوت ومش هنفتحه طبعاً بمجرد ما سمعت بعض الألفاظ الخارجة من هذه القلة من الجماهير هب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالرفض وحث الجماهير لا ما ينفعش ولو جبت يا شوارب اللقطة الأولى هتلاقي أول ما حدث اللقطة الكادر اللي قبل كده كمان هتلاقي كله قام لا كله لا 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 بص كله بيقوله لا لو سمعته أهو لا ما ينفعش وحتلاقه اللقطة اللي بعدها على طول الكابت الخطيب نفسه بإيده جنبه هول مهندس هشام خطب لا أهو ما ينفعش دي إيد الكابت الخطيب اللي مرفوع ما ينفعش واستجابة الجماهير إذن إحنا بنقول دي ليه سلوك الجماهير في المدرجات في القدم وفي الحالي ما حدش بيقدر يسيطر عليها ما اعتقدش أبدا اتواجد تقوى تقدر تعمل أصلح حاجة غيرها كده ما حدش يقدر يتنبأ اللي ممكن يحصل ببداياتها لكن ممكن السيطرة عليها لما يكون فيه ثقة بين الجمهور وقياداته وحرص من قياداته على إيقاف هذا الأمر بالضبط فهي ما كانش حد متنبأ إن ده حيحصل لكن بمجرب ما الجرس ضرب لا تمت السيطرة لا أو تمت الاستجابة إذن لما يكون فيه هذا الحرص بهذه المسئولية من الظلم ومن الافتراء أطلع أن أنا أقول كذب غير حقيقي غير أمين بالمرة أن أنا أقول لا دي جماهير الناس ما أبضاها دي جماهير مجلس الإدارة قال له مش تمو دي جماهير مش عارف مين قعد معهم فين وكلام غير مسئول بالمرة والحقيقة غير كده والصورة لا تجذب والصورة لا تجذب زي ما بيقول المهندس عادل لكنه نتمنى من جمهورنا وكل الجماهير ما يحرجش مجلسه أكثر بلاش تحرج لمجلس ولا تحرج نفسك ولا تخرج عن الإطار أنت بتشجع فرقتك شجع فرقتك رغم احتفل بفرقتك دعم لعبتك دوره عظيم جدا ومهم جدا ومش عالش لحد يتلكك له بالمناسبة اللقطات دي عن موقع المصر اليوم مش احنا عشان برضو ما نتقلش ان احنا تدخلنا والعبنا وعملنا شوفوها على المصر اليوم فبالتالي هذه المسئولية اللي أنا بقول لكم عليها ده لوجو المصر اليوم الموقع اللي نائل هذه اللقطات فلعلف ده أكبر توضيح على مدى مسئولية مجلس الإدارة ورفضوا لأي خروج مش عشان سين ولا صد عشان هي دي الرياضة وعشان هي دي الأخلاق وعشان هو ده جمهور الاهل اللي المفروض يكون كده دايما أي حاجة بره هذا الإطار اعتبروه كلام خارج نطاق البرنامج اللي احنا مش معنيين أبدا بتناوله زي ما قلنا لكم في البداية